روح لنوران نوران انت عاملة برضو فكرة حلوة جدا متعلقة بطاقة الامواج او هي الملخص بتاعها عرفي ناس بيك الاول بقى تمام انا نوران السيد نيازي طالبة في ثالثة سنوية في مدرسة متفوقين لعلوم التكنولوجيا بسم الله مشاهده تم ونافقية وحاليا هتخرج من مدرسة بعد كم شهر واحد او مشروعي بيتكلم عنوان الاول طاقة الامواج وبيتكلم عن احنا ازاي نقدر نحول او نستغل الطاقة الحركية بتاعة الامواج وتحديدا الطاقة الحركية الرأسية احنا نحاولها الكهرباء ودي يعني فكرة انا لقيتها ان هي يعني احنا نزود المصادر المتجددة من الطاقة وبرضو هنقلل نسبة الثاني يكسر الكربون ونقلل التغير المناخي اللي بيحصل يعني بيدور البيئة وهكذا وده اللي مصر بدأت فعلا فيه وتتجه نحو يعني حتى قمة المناخ هتقام في شرم الشيخ شهر 11 اجي ان شاء الله فيعني اتمنى ان انا نكون من الناس اللي هتعرض فكرة من افكار اللي هتبقى موجودة في المؤتمر في شهر 11 ان شاء الله لان الفكرة بتسعى فعلا الى محاربة تغير المناخ وهكذا طب يعني لما يكون الموج عالي يديني طاقة اكتر اه اكيد يعني في الشتاء فعلا بالنسبة لمصر مثلا السواحل السحل الشمالي البحر الابد المتوسط او برضو السحل الشرقي البحر الاحمر يعني بيكون نسبة الحركة بتاعت الامواج بتزداد في الشتاء فده طبعا بيزود لي برضو الكفاءة بتاعت المشروع اكتر وبيزود لي كمية الكهرباء فاحنا نقدر نستغل الموضوع دوت على مثلا القرى السياحية او حتى المدن الجديدة اللي بتبني زي مدينة العلمان الجديدة مدن كتير جدا الرئيس عبد الفتاح السيتي بدأ يستغل الموقف ده نوع نشط السياحة ويوزع يعني يقلل كسفة السكان على القاهرة والدلتة فاحنا نقدر نستغل السواحل دي حاجة كويسة جدا وكده هنوفر لهم كمان الكهرباء فاكيد يعني نقدر ننتقل الى هذه الاماكن طيب لو حد دلوقتي بيتفرج علينا والموضوع عجبه بيقول دلوقتي انا هيبقى عندي طاقة في فصل الشتاء كويسة جدا فصل الصيف هنعمل ايه؟ او اكيد برضو حركة الاماكن في الصيف هالطاقة دي بتخزن؟ احنا ممكن هي لها كذا يعني طريقة ان احنا نستخدمها سواء هنخزنها هتبقى برضو موجودة دي وردة يعني؟ او اكيد او اكيد واوسائق برضو هنستخدمها على طول مثلا توزيع على طول المناطق اللي احنا نحتاج فيها الكهرباء او البيوت او المدن اللي هتكون موجودة او حتى المصانع كمان يعني في حيات كتير نقدر نستغل بيها الموقف التجربة نجحت معك بنسبة كم في المية؟ ايه الكفاية بتاعتها طلعت 77 و 87 من 100 في المية يا سلام ده دقة يعني فيه دقة جمدة جدا او مين شاف المشروع بتاعك؟ ومين اداله تقييم؟ بالنسبة للمسابقة ولا حررتك؟ بالنسبة للمسابقة بالنسبة للمسابقة هو انا طبعا عملت فيديو عن الفكرة بتاعتي وطبعا كان معي نموذج مصغر يعني اسمه بروتوتيب او حاجة بمثل بيها الامواج يعني عاملة امواج صناعية بنفس الفريكوينسي او اللي هي التردد بتاع الامواج اللي موجودة في البحر او وغير كده بقى المجسم نفسه بتاع المشروع نفسه اللي هو عبارة عن مجسم يعني بيبدأ يستقبل الامواج فبيبدأ يتحرك حركة رأسية والمجسم ده بتوصل بترس والترس ده باب يبدأ يعني على طول ينقلي التاقة الحركية دي التاقة كهربائية لان الترس ده متوصل عليه مطور فالمطور ده على طول بيطلع لي كهرباء غير كده برضو انا عملت نظام communication system او نظام توصيلات انه هو انا ازاي اقدر اعرف كمية الكهرباء اللي طلعت اعرف اتحكي في مشروع بتاعي لو حصل اي خطر اي خطر مثلا لو افترضنا ان فيه عاصفة في السواحل او هكذا سيما بيحصل مثلا كل سنة في الشتاء انا ازاي اقدر اوقف المشروع بتاعي مثلا لو فيه خطر عن الموضوع فانا عملت كل الافتراضات الممكنة للمشروع دوت انه هو يكون ناجح ده كان فريق عمل ولا انت عملتيه بشكل شخصي هو في البداية كان فريق عمل ولكن يعني انا بدأت اعدل عليه اكتر وبدأت تستمر فيه من حيث مثلا موضوع الامان ده يعني ما كناش مشينا فيه كويس وغير كده نظام communication ده برضو واننا انا عاملة كمان تطبيق mobile application على التليفون ان انا اقدر اعرف من خلال البيانات اللي انا قلتها اللي هو الكهرباء اللي طلعت وازا يتحكي في مشروع بتاعي وده كل مبسوط بك يا رأي يا رأي شكرا جدا لحضرتك والله بجد ربنا يحميك ويحفظك لنفسك والاهلك والبلدك شكرا الموضوع ده انت شايفه حيفرق معانا او اكيد والجيزة دي فرقت معاك انت شخصيا اكيد يعني كان الدعم كبير جدا نفسيا ومعنويا يعني كل حاجة خصوصا انا في ثالثة سنوية برضو ان انا شاركت في الجايزة وفي سنة يعني لحد ما صعبة بس انا كنت حابة اكمل في الموضوع وكده يعني هارف احد ممكن يقولك يعني سنوية عامة بقى وامتحانات وناس مشغولة ولكن انت برضو عندك افكار تانية بتدعم شغلك او بالضبط هم